لا تتحقق الأعمال بالأمنيات وإنما بالإرادة تستطيع أن تنتقل من الواقع الذي تعاني منه الأبنية المدرسية في كربلاء من نقص وعدم توفير البيئة المدرسية الملائمة إلى طموح في التأهيل والصيانة والإدامة للبنى التحتية ومنها مدرسة الأساور الابتدائية للبنات بسبب كثرة الطلبات الموجهة للأمان العام العتب العباسي المقدسة من قبل مجموعة مدارس كربلاء المقدسة يعني هي مجموعة كبيرة بالخصوص المدارس للبنات القديمة فارتأت الأمان العام العتب العباسية المقدسة وبالتنسيق مع بقية الأقسام بالبداية نحب نشكر الأمان العام العتب العباسية قدموا واللي شفناه وأول ما أفرحوا أفرحوا تلاميذنا بصراحة يعني التلاميذ كلها فرحانين باللي تغيير والتجديد الذي يصير مدارسهم والواهس والإقبال على الدراسة والأهالي أيضا هم يجوا وشكروا وعلي سوت العتبة لجنة فنية متخصصة شكلتها العتبة العباسية المقدسة بملاكاتها من قسم الصيانة الهندسية وشعبة المشاتل إضافة إلى كادر السامي شباب كربلاء التطوعي بإشراف شعبة العلاقات الجامعية الشملت الأعمال صبغة جدران وصيانة تأسيسات الكهربائية والمائية وصب الأرضية إضافة إلى عادة تأهيل المجامع الصحية ورسم لوحات فنية على جدران المدرسة الداخلية طالعين نقدم رسالة سلام وأمن بهذا الوطن حاليا العتبة العباسية المقدسة قدمت لنا دعم بالمواد الصبغ والرسم وطرق النقل وما قيدتنا بأي شيء بأي رسم يعني إحنا براحتنا نقدر نرسم أي شيء نقدر نقدمه الفكرة الموضوع أو الانطلاق الموضوع التثقيف والبناء التحتية والتجميل منطقة كربلاء أو مدينة كربلاء مقدسة صناعة بيئة مدرسية آمنة بتوفير شروط السلامة وإرجاع الروح لها لتستقبل طلبتها للمضي بالعام الدراسي الحالي فبعد إن كانت منكوبة الآن تحقق الرؤية التعليمية نحو الطموح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر